كلمة لا حياء في الدين هو المقصود يعني لحذف مضاف هو لا حياء في تعلم الدين أما الحياء فهو خير كله كما ورد في الحديث والحياء لا يأتي إلا بخير فمن قلوش لا حياء في الدين يقصد لا حياء في تعلم الدين وحتى هذه ليست على إطلاقها إذا كان مرأة مثلا تريد أن تسأل شيخا مثلا عن أحكام الجماع مثلا أحكام الحيض والنفاس وتقدر تكلم على التلفون بروحة وتقدر تسألها قدام ألف نفر لا شك أن حياء المرأة يدفعها إلى الحالة الأولى أنها تسأل بروحة أفضل وانسألت قدام مئة من قلوه لاش حرام ولا غلط ولكن في النهاية الحيية دائما يجعل الحياة هو المعيار إذا كان ني نسأل السؤال الذي فيه ترك للحياة أو في ظاهره ترك للحياة وإما أن تبتل عبادتي هنا نقول لأ لا لابد من السؤال حتى وإن تركت الحياة وإذا كان مثلا الحياة هذا زي ما قلنا بنسأل قدام واحد يا قدام مئة لا شك أن الحياة أنك تسأل قدام واحد خير من تسأل قدام مئة إلا إذا كان في أمر آخر دفعك أو دفع السائل أو السائلة إلى هذا الأمر إنه هو مثلا يعرف أن مجموعة من الناس يخطئون في عبادة معينة مثلا ولما أنا بننصحه ما يسمعونيش فأني نجي قدام شيخ نسأل وكأني أسأل لنفسي أو ربما حتى نسأل لنفسي وأقصد أن يستفيد بقية المستمعين هذا خير لا شك أنه خير وبرك وخير من تسأل بروحك وإذا خلع عن هذا الأمر فكلما كان السؤال خاصا فيما يتعلق بالمنسائل التي في ظاهرها تخدش الحياة كلما كان السؤال خاصا كلما كان الإنسان أو السائل متمسكا بالحياة وكان خيرا له من إشاعة السؤال ولذلك في سيدنا علي أبي طالب عندما سأل عن حكم المذي استحاء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شوف لاحظني لما استحاء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما خلاش عبادته تبطل لا دفع شخصا آخر ليسأله هو إذن هنا تحصل على الحسنين أنه عارف الحكم وحافظ على حيائه نفس الشيء قيص على ذلك بقية الأمور ممكن الآن اللي بيسأل على التلفزيون أو بتسأل على التلفزيون هذه لا إشكالة فيها باعتبارها مثلا أنه بتسأل على الأمر ما الناس ما يعرفهاش ولا أم محمد ولا أم خالد ولا زي مهنيم دايرة مش عارف الوارد المنحذر ولا اللي هو ما يعرفه حد وما يندر بها حد للشيخ ولا بقية الناس فهنا لا الحياة يعني لم يتأثر فنقوله عادي لكن كان في محاضرة ولا كذا يمكن بعد المحاضرة تسأل الشيخ على الجنب أفضل من أن تسألها على الهواء أو قدام الناس إذا كان زي ما قلنا السؤال خاص بها وليس مطلوبا أن يصل حكمه إلى بقية الناس فهذا كما يقال لكل مقام مقال أما الحياء المذموم الحياء المذموم هو الذي يحمل صاحبه على ترك السؤال في الدين مثلا على حكم الذي يقول لك والله ينين تحشم با يبعت واحد ما تتحشمش منه يسر معلش شي لكن أنت تتحشم وتقعد صلاتك باطلة ولا تتحشم وزكاة خطأ ولا تتحشم وصومك باطل لا هذا خطأ وخطأ كبير ويترتب عليه محاسبة يوم القيامة ولا تعذر فيه بجهلك يعني كنت تقدر ترفع الجهل بطريقة تحافظ على حيائك أيضا أما أنك هذا هو الذي يسمى حياء مذموما أما الحياء الآخر فيقدر الإنسان يصل إلى ما يريد مع المحافظة على حيائه أيضا وإذا اضطرت المحافظة على صحة العبادة وترك الحياة في موطن معين فترك الحياة أولى من إبطال العبادات على المسلم ترجمة نانسي قنقر